فكنا بنقول حضرتك إنه كان حوبا كبيرا التعدي على مال اليتم وإثم عظيم الآية دي ما وضحتهوش بس قالت إنه هو إثم عظيم والقرآن يفسر بعضه بعض بعدها بكام آية ربنا وضح لنا الإثم العظيم ده إيه قال إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير ده يعني عقاب شديد جدا أحيانا يا قصر شريف بنشوف في الواقع اللي إحنا عايشين فيه حالات الإنسان بيستهين بيها بيستسهل والشيطان يسوي اللي زي مثلا تلاقي أب بتزوج تزوج زوجة تانية الزوجة توفت وعنده أولاد منها وتزوج زوجة تانية ويموت الأب ويجي أبناء الزوجة التانية على الطفل الضعيف الصغير أو الإبن الصغير ويمنعوه حقه ويتخيله كده وممكن تلاقي اللي بيسوي بينتقوا من الأم زوجة الأب التانية يعني أو هم مكانش ليه حق والدنا أنه هو يتجوز الودة ده دخل دخيل علينا فأخذ أموالنا وده ظلم كبير وده كبيرة من الكبائر تلاقي واحد يبقى قاعد مثلا في بعض الجلسات العرفية وكذا وكذا يبقى عشان فيه حد يتيم هو شايفه ضعيف ضعفه ده مخليه مش راضي يجيب له حقه أو بيميل لغيره كل ده كل ده أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من كبائر الأمور اللي يدخل اليتيم في قضية من القضايا يرعى حق اليتيم ويتقل لها عز وجل في ذلك